نار خامي منون الأدربيجانية مخدرات إرهاب إفساد لم يدخل بلدا إلا وقد أهلك الحرط والنسل فيه وأفقره ودمره حتى لو كان من أغنى البلدان والعراق أنموت جن وقبله إيران لم يقتصر شره وإجرامه على دول المنطقة التي تمكن من احتلالها بقوة السلاح بل صدر الفتن والدمار إلى شتى البلدان من خلال المخدرات والإرهاب وإثارة نعارات طائفية وعرقية في كل مكان أينما حل فقد لزمع الجهل والتخلف والشعوبة والاستعباد والبطش والإجرام وزادة الكراهية وإنحطاط الأخلاق وكأنه يفأع لكسر الفرس وعقيدة الفاحشة وإشاعتها حتى مع الأمهات والبنات والأخوات بالرغم من تجسيده جداً شخصية وأفعال دجال آخر الزمان لكنه ليس من سيستان سيستان ملد الدجال فعند ذكر ألامات الظهور قال خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ظهور الدجال يخرج بالمشرق من سيستان سيستان فلا يبقى إلا أن يكون طاغية إيران هو الأذربيجاني صاحب الفتنة والنار المحرقة التي لا يقوم لها شيء أينما حلت ويصاحبها الدمار والهلاك عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام قال لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حب الغيبة للنعمانية بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسين إنسام الناصد الجزء الأول قاتل الأقطار الخامنئ قد انتسب إلى مدينة خامنة في أذربيجان إيران وهي موطن آبائه وأجداده والمعروف أنهم من الترك وليس الفرس وعادة ما يغضح به الإيرانيون الفرس بأنه تركي أذربيجاني وهكذا ضاعت السيادة والنسب الهاشمي العربي بين الفرس والترك وأعاجهم غيرهم الصرخي الحسني لمتابعة الحساب يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية ترجمة نانسي قنقر